تتمسك الجزائر بمواقفها الثابتة في التضامن مع الشعوب أمام كل نكبام مختلف بقاع العالم وهو مشاهده الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا حيث كانت المساعدات الجزائرية أولى الواصلين إلى سوريا للوقوف مع المتضررين نظن أنه اليوم هذا القرار تخصيص مساعدات مالية في إطار العمل التضامن ولكن عندها بعد جيوستراتيجي أن الجزائر اليوم تتكلم من لغة قوى التي عندها مكانة على المستوى العالمي بعد صاعات من وقوع الزلزال أرسلت الجزائر للبلدين فريقا من الحماية المدنية متكونا من 89 عونا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وكان بذلك الأكثر فعالية في إنقاذ الأرواح مساهما في العملية ولم تقتصر العملية على ذلك حيث أضيفت إليها مساعدات طبية ومواد غذائية الجزائر اليوم تأخذ بعض جديد في مساعدة الدولتين وأيضا هذا هي رسالة للعالم على أنه فيه تحول في توجه الجزائر على المستوى المنظومة العالمية الجزائر وكعادتها تقف مع كل محتاج بهذه المعمورة لتقطع أميالا حاملة مساعدات تغمرها الابتسامات من كل صوب وجهة معربة عن تطلعها لتجاوز هذه المحنة بصبر وعزم وثبات